قدرت شركة لنماذج المخاطر أن الخسارة المحتملة لشركة التأمين الأمريكية بفعل أعصار إيان قدرتها بقيمة 63 مليار دولار وقالت شركة كارين كلارك في تقرير أن توقعات تشمل الخسارة في العقارات السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية بالإضافة للسيارات مع تقديرات بتجاوز تكلفة الإعصار حاجز المائة مليار دولار باحتساب العقارات غير الخضاعات للتأمين